هكذا ينظر المناظر الأكتوبري ناصر سرور لأهمية ثورة الرابع عشر من أكتوبر ثلاثة وستين كضرورة حتمية لما آلت إليه الأوضاع حينها فيما كان يعرف بإمارات الجنوب العربي والمحميات الشرقية ومنها حضر مول في ظل متغيرات داخلية أفرزتها الحركة النقابية والطلابية المتأثرة بحركات التحرر في المنطقة العربية ضد قوى الاستعمار ثورة يرى أنها وبعد مرور 53 عاما قد نجحت في تحقيق بعض أهدافها التي خرج من أجلها رغم الانتكاسات والأحداث التي شهدتها البلاد هذه الأهداف تصب في مصلحة الناس الاقتصادية الثقافية تطوير المرأة تطوير الشباب التربويين والمهندسين أنا أرى أن الأحداث الموضوعية هذه هي فعلا تتحقق بصرف النظار معنا الهنات السياسية تحصل الرجل الذي عشق النضال وانخرط في مسيرة الكفاح لأجل الحرية والعدالة والتقدم منذ نعومة أظافره وحمل نقب البازوكا كهوية مستعارة تطلبتها مرحلة النضال الثوري السري ضد المستعمر لا يخفي اليوم شعوره بالأسى من حجم التجاهل والحرمان والنبد الذي يلقاه مناضل هذه الثورة كثير من مناضل الثورة قضوا دون يعلمهم أحد حتى كلمة في نعي أحيانا وفي مرضى ولم يداولهم أحد وفي أيضا جوعاء ولم يسعفهم أحد وسعفهم أحد وفي مستوري الحال ولكن أيضا منبوذين فالمرارات الخاصة الفردية واسعة ومع ذلك الحرمان فالرجل السبعيني لا يزال إلى اليوم متمسكا بإيمانه بمبادئ الثورة والحرية التي ورثها لنجله الأوسط المنخرط في صفوف الجيش الوطني والنخبة الحضرمية ليكمل مسيرة والده صوب الحرية والعدالة رغم الغصة التي يشعر بها مناضلو ثورة أكتوبر جراء تهميشهم وحرمانهم من حقوقهم والتكريم الذي يستحقون إلا أنهم يؤكدون دائما على أن فكرة الثورة ذاتها أكبر بكثير من الذات الشخصي محمد اليزيدي لقناة برقيس المكلة